الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الحضور الكريم الإخوة على فاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى في صورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون شوف في بداية الآية ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس وده خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى البر والفاجر هيا يعملوا شنو اعبدوا ربكم الذي شنو الذي خلقكم بس نحن دارين نقيف مع الذي خلقكم الذي خلقكم نحن بنستفيد منها فائدة إنه ما في أي أحد بيخلق مع الله سبحانه وتعالى ونحن دارين نمشي في الموضوع ده أيضا من الآيات اللي بدأيد المعنى ده ربنا سبحانه وتعالى قال في صورة الحج ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يتمعوا له الناس البناد الشيخ من دون الله سبحانه وتعالى ده المنو ده الصوفية الله قال لهم اسمعوا الكلام ده إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وكلمت ذبابا هنا دمام عنا تجمع للذباب ده تصغير لذبابة واحدة ذات لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه طيف الطالب والمطلوب الله قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وربنا سبحانه وتعالى قال في صورة المؤمنون نحن دارين نجيب آيات لأنه بعد شوية دارين نقرر عقيدة ها باطلة من عقايدة المتصوفة ربنا قال في صورة المؤمنون ببيلين المراحل بتاعة خلق الإنسان ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فتسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخرا فتبارك الله أحسن الخالقين الآيات التلاتة دي بيتبين لنا أخوانا إنه ما في أي أحد بيخلق مع الله سبحانه وتعالى هنا في عقيدة نشارها المتصوفة هنا في السودان وأكبر ذو المتولي الموضوع ده ونشر للعقيدة دي ده عبد الرحيم وقع الله البراي ده غوز زمانه عرفتها تلقى مكتوبة في الروزة والزمانه وتحت مكتوبة 2005 عرفتها ده كتابه هنا دي وان ليك سلام مني ده بيعتقد بيعتقد إنه الشيخ بيخلق مع الله سبحانه وتعالى عرفتها ده هنا بيمدح في أحمد طيب البشير أحمد طيب البشير ده المؤسس بتاع الطريقة السمانية هنا في السودان وده شيخ البرع ده العلم البرع ذاته عرفتها عشان ما يقول ليك حفظوا الناس القرآن ده ما حفظوا القرآن ذات القرآن قال لكم قولوا كلام زي ده المهم البرع هنا قال له سلم يا ولد قال للقلب البت ولد تسلم لأحمد طيب البشير عرفتها أحمد طيب البشير ده في عقيدة البرع ممكن يقلب البت البت يقلب ولد والولد يقلبه بيت عرفتها وده مكذب للقرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ما في أي حد بيخلق مع الله سبحانه وتعالى عرفتها عشان ما يجي البرع يكذب على المسلمين وهنا في السودان يقول لك الولد الولد بيواجيتين بتاع الدهب والبيت بيواجية ويقول لك كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عجد كباشي يقول لك من غير مص طفل كم أدى طفل كباشي يقول لك يربط ويحل في كل محل كباشي التعارف البرع ده البرع ده سقط في مادة نجحة فال مشركين الأوائل ناس أبو جهل وناس عقبة ابن أبو معايد عشان كده صدق الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله لما قال قال ومشركي زماننا قال أغلظوا شركة من المشركين الأوائل رفتها الشيخ محمد بن عبدالهاب رحمه الله بيديك مواقف بتوريك الحاصل هنا في السودان المشركين الأوائل ربنا قال عنهم كما في صورة الزغرف ربنا قال وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ ديال عارفين الله اللي بيخلُب والله اللي بيرزُب والله اللي بيدي الجنة والله اللي بيوحي والله البميت والله مالك الملك عارفين لكن ديال هنا في السودان ما عارفين الكلام ده ساقطين في التوحيد بتاع الربوبية الذي نجح فيه أبو جهل وأبو لهم وناس عقبة ابن معيط وغير من المشركين والعقيدة دي العقيدة دي دي بتدخل زول النار شفت الموضوع بتاع التوحيد ده بتدخل زول النار كان الزول ساقط فيه عشان كده دعاة التوحيد ديال هنا أول حاجة بيقول لك يا زول أمسك في ربنا سبحانه وتعالى داير الجنة أسأل ربنا سبحانه وتعالى داير أي حاجة ألجأ لربنا سبحانه وتعالى الزول اللي بخileri شريك مع ربنا سبحانه و تعالى خ اخدى زول زيgame زول بيأكل و إتا بتأكل الشيخ دة ما بيأكل الشيخ دة بيأكل و إتا بتشرب و بيشرب الشيخ دة بيجرب إتا بتمشي الحمام الشيخ دة بمشي الحمام تعرف الشيخ دة لما أمرض دة بقض بعيد المستشفى هناك يركب ولا دي ريب هنا باجاي و يركب ولا دي ريب هنا باجاي و اجي الدكتور إديوا حقنا هنا بورا ويقول زولكم دا دا خش في غيبوبة وما معروف يطلع منها ابتين هس دا دا عقلا خلي القرآن وصلنا دا عقلا بيجوز سجعلوا ندمع ربنا سبحانه وتعالى ما بجوز عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال عن الناس زيل اللي بيجعلوا أنداد لله سبحانه وتعالى ربنا قال القياه في جهنم كل كفار عنيد من ناعل للخير معتد مريب أها الذي جعل مع الله إلها شنو آخر الله قال فألقياه في العذاب الشديد ربنا سبحانه وتعالى قص لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة دا بعدين شفت دا بيصور ليك الحيران والدراويش والفكية والمقدمين ربنا قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم بعدين يوم القيامة يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين الصدعفوا الذين الصدعفوا دالي أهم ترى الحيران والدراويش وما تعرف والفكية والمقدمين واللي أمضي ملقاطين وقاعدين هناك في ساحة الموالد والمرد من البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من السلطان تلقاهم قاعدين هناك ربنا قال ليك يوم القيامة ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين الصدعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين كما يتضللتون هنا هناك في الدنيا نحن كنا من المؤمنين كده ربنا قال قال الذين استكبروا للذين الصدعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين الصدعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنتاد وده الكلام اللي قاعدين إنشروه الصوفية هنا في السودان بعدين الحران والدراويش والناس البناد والشيوخ الذين اللي بيقول لك يا الصايم يا المانايم عرفتها؟ ويا الصايم من الهجائم ويقول لك يا الكباشي وما تعرف يا الركيني وغيرهم الناس البناد والشيوخ ديل من دون الله سبحانه وتعالى ديل اللي علموا منه ديل اللي علمونا الصوفية ديل في كتاب رياضة الجنة ونورة دجنة البرعدة قال لك إنا بخطب عرفتها؟ وفي ناس لما نسمعه يشوفوك أنت بتتكلم في البرعي وقل لك لا يا أخي ما تتكلم فيه والزول ده ببين وبينفخ وبعمل بخاف لا ما تخاف ما بيجيك أي حاجة شفتها كانت تبقي زول موحد تاني ما بتخاف إلا من ربنا سبحانه وتعالى لأنه التوحيد ده بعلمك الرجالة عرفتها بعلمك زول نجيط تتكلم في البرعي تتكلم في المكاشفي تتكلم في الركاني ما في أي حاجة بيجيك عرفتها؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله شنو لأنه اتأل الله معك ربنا قال فالله خير شنو حافظ وهو أرحم الراحمين تخاف لك من شيخ بتاع طريقة يعني أنا بنديبه لك هنا باسمه وما بنخاف ولا من غيره عرفتها؟ المهم البرعي ده قال وأنا هسي بتكلم لك عن الآيات وده ما أشهد البرعي قال الناب خطب في البلاد نزيلوا قال فقل يا ولي الله إسماعيل قال ليه كان حصلت ليك مصيبة كان التراكي في الروزة وطقاك واحد من وراء أو ديرة تتقلب أو اعترتها في الظلط ده أو حصلت ليك أي مصيبة ما تنادي الله تقول ليه البرعي نشر الدين وينو دينا نشر البراي وينو ياتو دين هل ده الدين؟ ده ما الدين ده الشرك عرفتها؟ بل إنو شرك البرعي ده ده أغلظ من الشرك بتاع ناس أبو جهل وناس أبو لهب قال ليك في المصيبة وفي الشدة نادي إسماعيل ما تنادي الله عرفتها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عنا الجماعة ديل البنادو ناس البرعي وصايم ديمة والمكاشف ديل وقال للذين صدعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله وده الكفر زاد ونجعل له أنداد ربنا قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ربنا سبحانه وتعالى قال عن المشركين ديل البنادو الشيوخ من دون الله سبحانه وتعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون المهم يا أخواننا ديمنا العقايدة الخريبة عندنا نحن هنا في السودان إنه ممكن الشيخ يدي الجنة وممكن الشيخ إقلب البيت لولد أو الولد لبيت ونحن بنختم الكلام يا أخواننا بآية ربنا سبحانه وتعالى ورانا فيها إنه أخواننا الجنة والمشكلة بتاعت الأرزاق بتاعت الأولاد هي من عند الله سبحانه وتعالى ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة هذا وصل الله وسلم مباركة وأنعم على نبينا محمد